في تطور مفاجئ دع عدد من القيادات الحزبية المعارضة في مصر إلى تشكيل ما يسمى بفريق رياسي من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر وهو تحرك أثار انقساما جديدا في أوساط المعارضة حيث استقبل البعض هذه الدعوة بالترحاب بينما رفضها آخرون لكونها جاءت دون تنسيق مع جميع الأطراف وبعيدا عن من أيد ومن رفض باتت ملامح الدعوة غير واضحة وخصوصا أنها صدرت عن اجتماع غير رسمي عقد في منتجع سياحي بالساحل الشمالي ولم تتضح ملامحها ولم يفهم هدفها وللحديث حول هذا الأمر معي ضيفي الدكتور عمار علي حسن المفكر المصري برحبي أهلا وسهلا ماذا يقصد بمبادرة الفريق الرئاسي وما هدفها هي ليست مبادرة لفريق رئاسي يعني هذه مبالغة في التوصيف وهذه المسألة بدأت في قرية المصرية في شهر يوليو الماضي هي قرية إكوى الحصة مركز كفر الزياد دعينا لنزهة خلوية من أستاذ محمد بدر وأثناء النقاش تطرق الأمر إلى الانتخابات الرئاسية كان موجود أستاذ محمد بدر المستضيف دكتور عبد الجليل المصطفى المهندس صحيح حسين عبدالهادي دكتور عبدالخالق فاروق وعمار علي حسن أثناء النقاش قلنا إن لدينا تجربة مريرة في انتخابات 2012 حين أنشأنا لجنة المئة التي كنت أدير بعض أعمالها لمحاولة التوفيق بين المرشحين وهذا الإخفاق أو عدم استجابة المرشحين لذلك أدى إلى أن مضينا في المصار الذي انتهى إلى ما نحن فيه الآن فهل ننتظر كمجموعة مجهولة بال المجموعة اللي حضرتك زكرتها مختلفة تماماً عن المجموعة اللي ذهبت في اجتماع الساحل لمناقشة الفريق الرئاسي مع أكمل قرطم ومجموعة من أحزاب الحركة المدنية هذه المجموعة التي زكرتها كانت موجودة جزء منها لكن الأساس الدعوة لأحزاب كلها أستاذ محمد بدري وأنا ودكتور عبدالجليل مواندس سيحي حسين عبدالهادي دكتور عبدالخالي فروه هو فقط الذي لم يأتي حين يفكر هل هي الفكرة المجموعة لحدك زكرتها وأكمل قرطم والأحزاب الأخرى استحسنوها ولا الدعوة جاءت من أكمل لعمل الفكرة الدعوة جاءت من الأستاذ محمد بدري وهذا كان عميد في القوات المسلحة في حرب أكتوبر وكان عضو في حزب العمل إلى جانب إبراهيم شكري معارض لمبارك وكان مسؤول عن الإعاشة في ميدان التحرير أثناء صورة يناير وهو من معارض الرئيس السيسي الدعوة من محمد بدري وليست من المهندس أكمل قرطم وفي النهاية حين تفكر مجموعة من كتاب مفكرين منشغلين بالهم العام وليسوا أعضاء في الأحزاب السياسية في أمر ما لا بد في نقطة معينة أن يتواصلوا مع أصحاب الشأن والتواصل مع أصحاب الشأن تم على هذا النحو فدعي البعض لهذا اللقاء وليس الكل طبعا وهذه ليست مسألة رسمية حال الاجتماع كان مخصص لمناقشة هذه المبادرة فقط أم كان هناك هدف آخر للاجتماع؟ لا الاجتماع كان مجرد تناول الشأن العام وقانون تداعي المعاني والعصف الزهني الذي ضار والأغز والرد والنقاش ومحاول التبين الطريق انتهى إلى القول أن من الضروري أن يتفاهم المرشحون الذين لا يملى لهم ولا يملى عليه يتفاهموا فيما يتعلق بأن يتنازل أحدهم للآخر أو مجموعة تتنازل لشخص هذه من الأفكار التي نوقشت لكن ليست الفكرة المركزية ولا الفكرة الرئيسية إحنا فكرتنا المركزية كانت كيف يمكن أن تكون هناك ضمانات لانتخابات سليمة تؤدي إلى مصار سياسي يطلبه الشعب المصري في هذه اللحظة تبليل دعوة لم توجه لماذا لم يتم توجيه الدعوة لكافة الشركاء في الحركة المدنية وده أصار حفيزة البعض المسؤول عن ذلك هو المهندس أكمل قرطام هو الذي تواصل مع الأحزاب السياسية يعني أستاذ محمد بدري تواصل مع المهندس أكمل وطرح عليه الفكرة بوصفه رئيس حزب المحافظي أو قريب من محمد بدري نفسه ثم بعد ذلك أو بعد أن تبلورت الفكرة التي أطلقت من حقل قرية مصرية في شهر يوليو وليس من السحر الشمالي كما يقال هذه الفكرة كان لابد من أن يتصل ببعض الرؤساء الأحزاب أو المعنين للاستكشاف وليس لبلورة رؤية ولا طريق ولا وضع وانعام ولا اختيار مصار هذه مسألة لا تزال جنينية في مهدها لكن البعض اعتقد أنها مبادرة وأنها فكرة متبلورة وأنها أشبه بالاتفاقيات الرسمية هذا ليس صحيحا على الإطلاق وصير حول حضرتك تحديدا أنك لم تكن عضوا بالحركة المدنية حتى لما بتم دعوتك لحضور بعض الاجتماعات أنت هم تحضرهاش أصلا أنا بدأت في الحركة المدنية وكنت أكتب لهم البيانات الأولى وهم يعرفون هذا جيدا نعم وانسحبت حين وجدت أن الحركة المدنية تتزحزح تدريجيا لتصبح معارضة مستأنسة إلى حد كبير انسحبت لأني وجدت عدم جدوى آخر اجتماع حضرته كان 18 ديسمبر 2018 بعدها لم أحضر أي اجتماع للحركة المدنية الحركة المدنية يعني أنا كنت واحد من الذين أسسوها والبياني التأسيس للحركة المدنية أنا الذي رجعتها إذا فعلتك الآن للعودة مرة أخرى سواء بالعمل معها أو بالتفكير معها في شأن عام لا لا أنا أؤدي دوري هذا ليس كرجل يلعب سياسة أو يمارس دورا سياسيا إنما ككاتب منتمي أو مثقف عضوي أجلس مع أي طرف كما جرى أيام ثورة يناير جلست مع الإخوان ومع السلفيين ومع الاشتراكين السوريين ومع الليبراليين ومع كافة الأطياف التي كانت موجودة كنت أجلس مع الجميع وفي النهاية أقول ما أؤمن به كيف حللت المزاج النفسي المصري بعد الصورة والاعتراضات الكبيرة اللي هجمتوا فيها أو الهجوم الشديدي اللي كان عليك وسواء من الإعلام أو من السوشال ميديا وبين خصين لما تقال فريق الشرطات المزاج النفسي المصري شايفه إزاي في اللحظة دي لا أستطيع أن أحكم على ذلك بالمزاج المصري لسبب بسيط أن هناك رؤية أخرى ربما لو دخلنا على ما كتب المهندس يحيح حسين عبدالهدي نجد أن التحبيز والتقريز والموافقة والمسايرة والاستملاح كان كبيرا وعريضا بالعكس هناك وسائل الإعلام أخرى رأت أن هذه شجاعة وأن هذه خطوة مهمة وأن من الضروري أن يلتق الناس ليتناقشوا في الشأن العام في ظل محاولة فرض الصمت عنو على الجميع مجرد اللقاء والنقاش على هذا النحو وهو ليس بعيدا عن إمكانيات الدولة في الرصد والمراقبة هذا في حد ذاته عمل إيجابي أحد المرشحين المحتملين قال أنه إمكانية المصالحة مع الإخوان كيف ترى ذلك؟ هذا رأي يخصه وهذه المسألة لم يتم مناقشتها على الإطلاق في اللقاء لأننا نعتبرها من الأشياء المتفق عليها في المجتمع المصر والتي تحتاج إلى ما هو أعمق وأكثر تعقيدا وأكثر رسوخا من فكرة المصالحات الشفاهية والخطابات المتنسرة هذه مسألة ترتبط بمصار سياسي وقانوني ويمكن أن يأتي في ركاب عدالة انتقالية ونقاش عميق بين القوى السياسية لأن حتى الآن لا زلنا في مرحلة استقطاب ماء كل يحمل الآخر مسؤولية ما انتهينا إليه فكيف يمكن أن يجرى هذا الأمر؟ المجتمع سبق وتجاوز هذه المسألة إلى حد كبير بمعنى تجاوزها إزاي؟ يعني في كل حي شعبي وفي كل قرية مصرية يعرف المصريون من هم الإخوان هل أخذوهم من بيوتهم وطردوهم من أرضهم ومن محلاتهم؟ هذا لم يحدث تمام المصر عنده قدرة على الاستعاب والتكيف وسابق الحركة السياسية في رأيها سواء الرسمية أو غير الرسمية كيف يرى النظام ماذا يحدث في المجتمع المصري؟ من خلال ما أنت حضرتك عفوا بتشاهد تصريحاته وردود أفعاله كيف ترى؟ النظام ربما يعلم الحقيقة لكن لا يريد أن يجاهر به لأنها تدينه وربما يعلم نصف الحقيقة وتغفل عليه النصف الأخرى لأنه لم يتطلع بشكل كامل على تجارب التاريخ ولا يعرف حقيقة الدور المصري ومكانة هذا البلد وربما يعرف ربع الحقيقة لكنه يرى أن الاعتراف قد يدينه وقد يؤدي إلى عواقب وخيم عليه ولذلك نحن نعيش حالة إنكار دائم على الأقل من الناحية الظاهرة التي تصدر للرأي العام قد يكون داخل أجهزة الدولة وأتمنى ذلك من يعون حجم المشكلات الكبرى التي تعيشها البلاد في الوقت الرهي لكن الوعي وحده ليس كافيا لما لا بد من العمل على الخروج من هذا المأزق الذي نعيشه من خلال العمل ومن خلال الرؤية البعض ملاحظ أنه القبضة الأمنية أو القبضة التي تتعرض للرأي وأصحاب الرأي والفكر قلت كثيرا في هذه المرحلة الكثير أصبح يعبر عن رأيه ويعبر عن الانتخابات الرئاسية بشكل أو بآخر رأينا تصريحات حسن بدروي وإن أنكرها فيما بعد أو قال إن هي فهمت غلط ولكنها كانت تتحدث بشكل كبير عن النظام الحالي وعن ما قالت إليه الظروف ده سبب إيه؟ هذا قانون الحياة قانون الطبيعة لا يمكن لشخص أن يقبض على شيء طول الوقت بمعنى أن الحياة بين أخذ ورد جزء يتم انتزاعه من قبل الناس بعد أن وصلنا إلى هذا المستوى وجزء آخر السلطة ربما تفهمت أن هذه الطريقة تحتاج إلى مراجعة ولو طفيف أو جزئية من أجل تنفيس أو تمرير أو مسايرة تبقي الخارج رأيي حضرتك في الضغط الشديد أيضا أو الحملة الإعلامية الموجودة حاليا على النظام المصري سواء اقتصاديا أو حتى سياسيا ومنها كان فيلم ذكريات مسبحة اللي عدى على عشر سنوات على ما حدث فيه ربعا برأيي حضرتك أيضا ده ممكن يؤدي إليه هل ده مؤشر لشيء؟ إحنا للأسف الشديد حتى هذه اللحظة نلعب دور القابل وليس الفاعل بمعنى أن جزءا كبيرا من السياسات المصرية تحددها إرادات أطراف خارجية سواء إقليمية أو دولية نحن أنا على مستوى الشخصي أتمنى أن لا يكون هذا لكن للأسف الشديد أن السلطات المتعقبة في مصر فقدت استقلالها ودخلت فخ التبعية ومدار التبعية منذ عقود من الزمن والنظام الحالي ليس مستثنى من ذلك رغم أن إعلامه يتحدث عن القرار الوطني وعن العناد والمكابرة في اتجاه القارب لكن هذا ليس صحيحا عماد الدين أديب كتب انتهى دفتر الشكاة النفطي هل كان يقصد بيها مصر أم يقصد بيها مصر؟ طبعا هو الأستاذ عماد الدين أديب بيستعمل استعارة أنا عالجتها في كتاب المجاز السياسي أن يمكن أن تتحدثي عن دولة أو شاء أو رئيس دولة وأنت تقصدي دولة أخرى ورئيس آخر هذه معروفة وأتحدث عن لبنان لكنه يقصد مصر طبعا بذلك المسألة اللبنانية مفتوحة واللبنانيون يملؤون الأرض صخبا في الكتابة والتحدث عن بلادهم لا يحتاجون إلى عماد الدين أديب هو يقصد مصر لكنه يكتب بحذر من خلال استعارة سياسية يقصد بها الحالة المصرية على مبدأ إياك أعني وأسمعي يا جار ده ما قالوا إلى أي ده محاولات للتنبيه بقدر المستطاع وهذا ليس المقال الأول التي ينبه فيه أو على الأقل يعبر بطريقة فيها حذر أو مواراة عن رؤية وتصور الطرف الآخر الذي يمثله يعني لأحد ينكر العلاقة الكبيرة بين الأستاذ عماد الدين أديب وبين السياسات السعودية مثلا على سبيل المثال بالوضع القائم اللي حضرتك ذكرنا منه أنماط مختلفة هل ممكن لبلد بهذا الحجم مع هذه التغيرات الكبيرة اللي بتمر بيها تمر من انتخابات رئاسية أو تدخل مرحلة الانتخابات الرئاسية بهذا الاستقطاب اللي جاب على سؤالك أجابتها السلطة نفسها يعني أنا أعتقد أن الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية فتح الباب كما نراه مبكرا والبعض يقول هذه الإجراءات الموجودة في الدستور لكن كان من الممكن أن ننتظر قليلا إلى بداية العام المقبل أن جزءا من هذا الإسراع يعود إلى إدراك متخز القرار أن الأمور قد تنجرف إلى ما لا يمكن من إجراء هذه الانتخابات على النحو المطلوبين لا سيما في ظل إدراك الكل لضغط الأزمة الاقتصادية على أعصاب الناس حتى وصلت إلى النخاع بما قد يؤدي إلى انفجار لا أحد يريده لأن مصر لا تتحمل هز عنيفة ومن سمى من أراد أن يتجنب الثورة أو الغضبة أو الهبة أو الهوجة أو الفوضى أي أن كان المصطلح فعليه أن يتخير الإصلاح أشكرك دكتور أماري علي حسن المفكر المصري شكرا جزيلا لوجودك على شاشة بي بي سي ترجمة نانسي قنقر